نتواجد حاليا في أحد مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المفاليس بمديرية حيفان هذه المنطقة تتعرض لقصف عشوائي مكثف من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح والشباكات متواصلة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع حيث تحاول الميليشيا إحراز أي تقدم في هذه المنطقة واختراق القبهة لكنها تواقه بصمود كبير من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المنطقة لنستطلع المناطق التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تشاهدون الآن هذا قبل الممشاح وتتمركز فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ومنه تشنقص على مواقع الجيش الوطني وكذا على القرى السكنية في هذه المنطقة إلى اليسار من هذا القبل تشاهدون منطقة العذير وهي أيضا تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في نهاية هذه السلسلة القبلية الصغيرة تشاهدون تبة المنظرة وتتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتوجد للميليشيا في هذه التبة منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تقصف مناطق للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه القبهة وفي قبهات أخرى كقبهات الحكوم وأيضا الصل ومنطقة التربة أيضا هنا تشاهدون قبل العبلية وهو أيضا قبل تسيطر عليه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح هذه المنطقة تتميز بالسلاسل القبلية الواسعة والكبيرة الممتدة على مناطق وقرى سكنية كبيرة وقد أفشلت عدة هجمات لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حتى الآن في إحراز أي تقدم في هذه المنطقة فواز الحمادي قناة بالقيم من قبهة المفاليس بمديرية حيفان تعز اشتركوا في القناة